يا لجمال هذه الرسومات أهلاً أصدقائي ما رأيكم برسوماتي؟ إنها رائعة أليس كذلك؟ هل تعلمون أصدقائي ما الذي يجعلنا نفكر ونبتكر أشياء جديدة ونكتشف العالم من حولنا؟ إنه الدماغ ما رأيكم أن نتعرف على دماغنا من الداخل؟ هيا بنا نبدأ الدماغ هو المسؤول عن كل شيء يحدث في جسدنا مثل التنفس والحركة والتفكير والتعلم واللعب كل هذه الأمور وأكثر من ذلك بكثير يتحكم فيها الدماغ بل أن الدماغ له قدرات عالية في الفهم والاكتشاف والتفاعل مع المعلومات التي تصل إليه من خلال الحواس الخمسة وهو يتفوق كثيرا على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ولكن كيف يستطيع الدماغ أن يدير كل هذه المهام؟ يتكون الدماغ من عدة أجزاء ولكل جزء منها عدد من المهام دعونا نبدأ مع أكبر جزء في الدماغ وهو المخ هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول عن التفكير وهو أيضا يتحكم بالعضلات والأعصاب ويجعلنا نمشي ونلعب ونقفز والأهم من كل هذا نتعلم ننتقل الآن إلى جزء آخر من الدماغ وهو صغير نسبيا ويسمى المخيخ وهو الجزء المسؤول عن التوازن في الجسم هذا يعني أننا بدون المخيخ سوف نسقط عندما نحاول الحركة ننتقل الآن إلى جزء آخر من الدماغ وهو جذع الدماغ وهو متصل مع الحبل الشوكي وهو المسؤول عن العمليات الأساسية في جسمك والتي تسمى عمليات لا إرادية مثل نبض القلب والتنفس والهضم وغيرها ننتقل الآن إلى أصغر جزء من أجزاء الدماغ وتسمى اللوزة الدماغية هذا الجزء الصغير هو المسؤول عن المشاعر وعن الإحساس بالخطر وعن الذكريات هل تصدقون أن هذا الجزء الصغير يقوم بهذه المهمات الكبيرة؟ هل تعلمون يا أصدقائي أن الإنسان عندما يقوم بالتمارين الرياضية فإن الجسم يرسل هرمونات كيميائية للعقل ويجعله يعمل بشكل أفضل لذا عندما تكون أمام واجب منزلي صعب كل ما عليك هو أن تذهب للعب أو التنزه أو قيادة الدراجة وبعد أن تعود للواجب ستجد عقلك يعمل بشكل أفضل وغالبا سوف تجد الحل الصحيح حسنا أصدقائي حان الوقت لسؤالنا اليوم ما هو الجزء المسؤول عن توازن الجسم أثناء المشي؟ اكتبوا لي إجاباتكم في التعليقات في الأسفل ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون نراكم في حلقة قادمة مع معلومات ممتعة جديدة إلى اللقاء